عقبات عديدة ومصاعب كثيرة ما زال يعيشها الأطفال في الموصل تمنع التحاقهم بالمدارس وحصولهم على حقهم في التعليم بسبب عدم امتلاك عائلاتهم وثائق رسمية نتيجة فقدانها أثناء العمليات العسكرية في المدينة بحسب تقرير لموقع The World الأمريكي الذي قال إن الحصول على وثائق وهويات جديدة لأطفال النازحين في الموصل هي مهمة شاقة تصل في بعض الأحيان إلى أجبار سلطات الحكومية العائلات التي تروم الحصول على هويات جديدة لأطفالها إلى تبرؤ الأمهات من الآباء بتهمة شبهة الانتماء لتنظيم داعش المجلس النرويجي للاجئين في العراق من جانبه أكد أن عشرات الآلاف من الأطفال ما يزالون يواجهون عقبات للحصول على التعليم الرسمي بسبب عدم امتلاكهم هويات رسمية مضيفاً أن جيلاً كاملاً ولد في مناطق النزوح لم يرى مدرسة من الداخل مديرية الشرطة المجتمعية في محافظة نينوى أكدت بدورها أن كثير من سكان الموصل ما زالوا يعيشون في مخيمات النزوح بسبب تعرض بيوتهم للدمار أثناء العملية العسكرية وأن ذلك انعكس سلباً على أطفال المخيمات ووقف حائلاً أمامهم في الحصول على التعليم خبراء الاجتماع بيانوا أن معاناة العائلات بالحصول على هويات رسمية بسبب تعنت السلطات الحكومية بحجج معينة أدى إلى تهميش تلك العائلات مجتمعياً مؤكدين أن السمرار أزمة آلاف الأطفال في الموصل سيؤدي إلى نشوء جيل يعيش تحت الكراهية والحقد بدل التألف والاندماج في المجتمع ورغم مرور سنوات على انتهاء العمليات العسكرية في الموصل إلا أن أثارها ما زالت شاخصة حتى اليوم وهذه المرة على وجوه الأطفال وعائلاتهم التي انتزع منها حق المواطنة بدوافع طائفية وانتقامية